تنهر الليرة السورية مجدداً بشكل سريع أمام الدولار الأمريكي فتصل إلى أدنى مستوياتها وتسجل لأول مرة أربعة ألاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بعد طرح البنك المركزي ورقة نقدية بقيمة خمسة ألاف ليرة سورية مطلع الشهر الماضي إلا أن تلك الأوراق النقدية عالية الصفر التي طبعها النظام لم تستطع وقف انهيار عملته المحلية ومع الانهيار الكبير في سعر الصرف والتضعف الجنوني في أسعار المواد الغذائية لا تلوح في الأفق أي حلول من جانب حكومة النظام التي تصر على السياسة الأمنية بملاحقة من يتعامل بالدولار الأمريكي في مناطق سيطرتها والتضييق على شركات الحوالات التداهر السريع للسعر الصرف يعيده محللون اقتصاديون إلى عدة أسباب لعل أبرزها فشل الصادرة السورية في تأمين عملات أجنبية تكفي لفاتورة المستوردات وضعف البنك المركزي في تأمين العملة الأجنبية بسعر للمستوردين ويكتفي النظام بتصريحاته الارتجالية التي لا تستند إلى أي واقع يوقف التداهر السريع للليرة ترجمة نانسي قنقر